مؤرخ ومتخصص في كمان تاريخ الكفاح الوطني وكنت بقرأي أن تورجي زيدان كان ليه كمان مرسلات مع أحمد عرابي ومع سعد زغلول وكان فيه دور وطني لعبته كمان دار الهلال في بداية المرحلة الإبرالية وكده ليه إش معنى دار الهلال هي المؤسسة اللي منبص لقيه أنه فيها أكبر قدر من التعددية والقدرة على بدايات تشكيل الهوية المصرية حتى جورجي زيدان بكل مليم مؤلفات في الإسلاميات الترسيخ الحقيقي المفهوم المواطنة يعني بداية كل أحلام التنوير بدأت أسفحنا حابب أتكلم عن أول شوية صغيرة خالص عن جورجي زيدان نفسه لأنه أنا عايز أدي أمل للشباب اللي بيشوفنا الوقت هذا الرجل كان من الممكن أن يظل طول عمره إسكافي إسكافي هو الرجل الذي يصلح الأحزائي يصلح يعني مش يصنع يصلح الأحزائي أو يشتغل في مطعم صوار أو كان عندينه أهله يعني أنه هو كان من قرية صغيرة في ضياع لبنان وبعدين اتقرت الأسرة إلى بيروت وهو كان غاوي الاستماع إلى خصوص التراث الشعبي وإلى آخره وبعدين تعلم اللغة الإنجليزية وتقدم إلى كلية الطب في بيروت في الجمع الأمريكي كلية الطب خلي بالك ما كانش فيه لا سنوية عامة ولا أبناء وبعد عام من الدراسة في كلية طب بيروت تم فصل أحد الأساتذة في الكلية فالطلب عمله مظاهرة فهو ففصله تم فصل هؤلاء الطلبة كان منهم جرز دان حد قريبه قال له تعالى طب أصل العين استلف ستة جنيه وجه في مركب مواشي مركب محملة مواشي وجه القاهرة ليتغير مصار أصاره تماما فشل في أنه يروح الطب الأصل العيني فاشتغل مترجم واشتغل مترجم مع الإنجليز شوية وبعدين رجع في النهاية عمل المطبعة زي ما أشاره أستاذ يوسف مع نجيب متري في الفجالة الفجالة وبعدين اختلف هما الاثنين أصدقاء اختلف هو جاء عمل الهلال ونجيب متري عمل ضر المعارف فالهلال يعني عكس الأهرام الأهرام قابلنا بحوال 16 سنة بس الأهرام بدأت جرنان إقليمي في الإسكندرية الهلال بدأت مجلة ثقافية في القهام وظلت مجلة ثقافية عربية عربية وظلت عندها الهوية العربية فجلس دابة هذه العصامية أنه حد من الممكن يبقى من عامة 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 البشر إلى أن يصبح هذا النجم وحضرتك أشارت إلى مؤلفاته في تاريخ الإسلام وفي تاريخ اللغة العربية وأدبها وفي يعني عنده عشرات الكتب الحقيقة رجل كان عقلية فزة ويعمل بشكل كبير جدا وأسس لي مفهوم أنه دار الهلال تبقى المجلة الثقافية العربية القبلة التي يرتدها كل المثقفين عرب يعني أنا سفرت تقريبا أغطب من ثلاثين دول عربية ما في دولة عربية إلا والهلال أنا الدكتور يوسف يعقوم الغريم وهو أفضل وزير التاريخ والتعليم في الكويت عندما زرت الكويت 2013 أنا قلت رئيس تحرير الهلال فلقيت تحدي بيقول لي الدكتور يوسف يعقوم الغريم عايزك أنا والله يمكنني يعني الاسم مش على زين يا دكتور يوسف فقالوا لي أهم وزير التعليم في تاريخ الكويت فروحت لقيت الراجل باستنيني في الديوانية بتاعته وبعدين والله يا أستاذ حسام الراجل قال لي يا ابني والله هو بطعم مش عارف محمد شافع وعارف الهلال قال لي والله يا ابني كنا بنستنى الهلال في المينة وخدني من إيدي في المينة في المينة وخدني من إيدي يا أستاذ يوسف دخلني على جناح ضخمة جدا في المكتبة بتاعته مليان الهلال واكتاب الهلال ورواية الهلال قال لي ده اللي بنى ثقافت فما فيش مثقف عربي من الوحيط إلى الخليج إلا ونهل من روافد الهلال أنا لقيت في سنة بوراة سنة 1940 تحيات من ملك الأردن لدر الهلال من النظام السوري من العراق يعني البنوك والرؤساء كان يبعثوا تحية للاحتفال فكرة العروبية هو فكرة العروبية يعني هتعرف حتى جولز دان لما كتب رواية تاريخ الإسلامي 23 رواية اللي كتابهم وهو الرجل القبطي هذه برضو فكرة المصالحة الوطنية لو صح التعبير والمصالحة الفكرية أنه رجل هذا الرجل إحنا لما عادنا نشر هذه الروايات مرة أخرى لم نجد أي معلومة خطأ راجع لكل مراجع الإسلامية والتفاسير الإسلامية في كل وكان مشغول في إدارة مؤسسة ومع ذلك كتب هذه الكتابات الرهيبة جدا فجولز دان والهلال بدأوا فكرة المؤسسة العريقة دي اللي نقدر بعد كان نتكلم عليها من خلال مسلس في حوارنا إن شاء الله عن التنوير والريادة وبيت الخبرة تنوير والريادة وبيت الخبرة لازم ناخد الثلاث مفاصل ده اشتركوا في القناة من المصول وبيت الخبرة